موسيقى شكرا بابا تأخر وحأخرنا كده على المحاضرة هاا، سيبك بقى كده وقوللي بركتلوا على عيد ميلادو أصبت بركتلوا ياه، وقال لك ايه بقى؟ مافيش شكرني ومشي شكله بيتكسف يعني مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ قدم جريء وبميت لسان مش عارفة كده، أنا بيجيلي إحساس إنه موعجب بيكي بس مش عاوز تتكلم موعجب بيه إيه بس سيء الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عمطة أنا ما حسبة وأنا إحساسي ما يخيفش أبدا بطالي التخريف اللي انت بتقوليه يا هابا أنا وآدم زي الإخوات متربيين مع بعض يعني يا فيش ما بيننا التخريف ده طب ما أنا متربيه معاك وعن الزمين وبرضه بيهتمي بك إنت زيادة بطالي هابل بقى يا هابا صباح الخير يا بانال صباح الخير صباح النور زاك يا عمو عبيل أهو الحمد لله عايشين بين كافح اتأخرت ليه يا بابا؟ انت كده حتأخرني على المحاضرة لا كله إلا المحاضرات انت عارفة السنة بتوقف عليها بكاما طب إيه دك على ميت جنيه ميت جنيه؟ ليه كفال للشار؟ أصلي يا بابا في فستان عجبني قوي وكنت محوشاله ومش مقسني غير ميت جنيه فاضل ميت جنيه؟ ليه؟ ما للفستان إن شاء الله تمانه كان حوالي ربع مية قد ليه؟ فستان معمول متذهب؟ ايه يا عم عبيل؟ ده في فستان بتعدي الألف والألفين الله نبي اخطت نقاطينا بسكاتك بلا تقول دم يلا يا بابا بقى هات الميت جنيه طب ما ترجع نفسك يا عنا أرجع نفسي في إيه؟ يعني تيه عندك فستان كتير ده انت عندي جيجي خمس بقولك إيه يا بابا ما تخسيمهم من مصروف في الشهر الجاي وما هم من غير ما تقول يوه كده كده كان عيحصلوا ملكة في كمنا طب يلا بقى هات الميت جنيه طب أقولك ما تجيب التلطمية اللي انت محوشاهم علمية اللي أنا حدهملك وافتح لك تغطر توفير الفستان يعني الفستان طب ما كفاء خمسين بطل بقى حركاتك دي يا بابا أمري لله أما انت الحيلة اللي طلعت بها مديني اتفضلي ايه دول يا بابا مديني ميت جنيه خمسات انت مش هتبطل حركاتك دي ايوه كل خمسة فوق خمسة عشان البيت اللي معاك دي واضح اللي عنها مطفرة وانعين فانا تتلحب ماشي يا بابا سلام 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 يا أختي ما عارف بيت توتال عيدة مخروما جميلة مع ان امها بخيرة سلام ماشية مجاو True عليك تموت اخارت لأي مرزوب أنا دقية او كنت مفي اعمل ايه بس يا بطة كنت في الشغل ومش عارف اخلع طب ما انا لنيت عليك كذا مرة وسمعيك عملت اتكلم مع احد وعمل اقولك قالو قالو مبتردش علي اعمل ايه بس الظبط كان وقف على دماغي ومش عارف ارده روح تفتح عليك وقلت ايمكن تسمعني وتفهم خلاص اعدي هالك المراتي لا قبل ما اتعديها فيها حاجة مهمة اوه عايز اقول هالك ايه بحشتيني انت كمان بجد بس بجد بقى عايز اقولك حاجة بجد بجد اوه يعني المراتي اه بحبك اه اش معنى اش معنى اش معنى عشان انت بنت جدعة وبميت رابي بس كده لا بس كده ايه عشان انت حلوة حلوة اوه وزي القمر واموت فيك اش معنى ايه رأيكم بقى يا شرامزات في عربية الجديدة واللول الابيال ايه سبيشال اوردر ما شاء الله انا مش لسه مغار العربية الشهر اللي فات كل شهر بغار العربية جديدة اوه اكبر في ايه يا عم انت انا العربات دي هوايتي وبعدين دي لعبة الكبار يا عم ده اقلو حرامية ومعاهم فلوس كتير اللي بتو من ازازي حبوب وبعدين ما انت خيالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمة يا عم ده عامي مش خيالي انت هتحور كمان الساد ده ازلامتو طلع عام ومش خياله اوه اقول لك ايه الزيبون لسه ما اكتشافش ان انا مونيكا اللي بتشتغلها على الانترنت واتفضحني اه صحيحة وليد انت ابن محزوزة البت زي الامر انت معلق على الفيسبوك مونيكا دي هموت واعرف عجيبها فيك ايه اوه انت مش شفتش بقى بتخيل بقى ادم انا بس يعطي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف علق بيت بوزة زي دي بتعلى مونيكا اه مم مونيكا بقولك ايه انت بتعمل معا حاجة بقى كده ولا كده وصلتوا له ايه الموضوع بقى يعني بقى كتير اوه فلت اه فلت منك كنا عندك معاد انت معايها بقى عملتوا اللي انا مونيكا الساعة 2 تفكرتني تفكرتني بالمعاد ده انا لازم اطير دلوقتي حالا ان هي قاعد على نار مستنياني باصل كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع الحمد بقى صحابها بقى صحابها بقى صحابها يا الله سلام يا جماعة بقى انت بقى بس قاعد اخبط فيها عاجة وانت طاير ممرة من اللازين بقولكوا ايه صحيح ايه عاجب انا مش فهم اي حاجة من الاستدياني اللي طلب الدكتور ده ولا حاجة الدكتور عاز نعمل استطلاع رأي على اكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري اكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري اهلا بيك ازايك انا مش عارف بس ايه اللي طلحها في دماغك لان انت يجيبيني الدرق نهارتا عشان هانيمون يا حبيبي انت مش فهم هناك الشمس جامده قدي مش عارف ليه نحسسان يا نانسي ان احنا هنطلع على الهانيمون ده نكسر الفيزا بتاع التايلاند ونعمل هجرة غير مشروعة جو ايه تعال عايزك ها حلوة دي حلوة طيب مدي برضو حلوة كلهم حلوين يا نانسي ايه اللي كلهم حلوين انت ايه مفيش رأيه خالص كده هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى مفيش رأيه خالص طب ماشي يا ستي كلهم وحشين كده يا جو اوكي انا هشتري واحدة سودة عشان انت بتكره الاسود لا نانسي عشان خطري بلاش الاسودة عشان خطري ايوة كده استنى بقى عشان هزكتي اسحك ده املي ايه جيز دي كده ها حلوة حلوة اوي حلوة اوي اه احب unsere احنا في المحل ايه صحيح انت اف ded تفرج بعد شوية حياة جوبة مش قادرة أصدق إنها أخيراً كاملت وبجد طلعة ضحفة لا ما خدتش بالك بأمن الصفرة جات وتفرشت هيك إيه ده أنت حطتها؟ شفت مكانها هنا أحلى إزاي؟ خلاص يا سيتي بقى ما أنا حطت عليك مجموعة أنت عايزة تعالي بس أفريكي حاجة تفاجأة جندة طفرها بداحة جيد أفريكي حاجة جندة جندة أنت راس من نهاراً أي رائق في المفاجأة العظيمة دى؟ شفعم فين الفاجأة؟ ايه الثلاجة ما جبناها وكراتين وبتاعة بجد؟ لا تصدق مفاجأة رهيبة فالح من الوحدي كويس أنا كملتال واحداً معكش حد يعني طي ياوه تكسفيني على طول هتبضي تكسفيني على طول كده بقولك ما تيجي نبات هنا لنهاردة تلم طب بوس طيب تلم يا جو كلها كم يوم محدش هيقولي تلم فاهمة؟ كمان كم يوم مش دلوقتي بموت فيكي انا انسي هلوة تلاقي الله ما روح الشغلة لي يا عامر مليش نفس اروح النهار ده ملكش نفس يعني هي رحلة يعني هروح اعمل ايه بروح اكل سندودشات واشرب في شايات ونم على زمايلي يعني ايه فيش عاجة مهمة طيب قل الحمد الله بقى انك انت مش عاطل انا عاطل برضو عاطل اصبرا بس بمرتب طب احمد ربنا بقى انهم بدولك مرتب على كده انا داخل انام بقى اصحوني عالفطار يا ابن انت مذهقتش نوم يعني عايزان اعمل ايه صبرا تشوفلك ايه شغلانة بعد الظهر تزود داخلك ده ضيع وقتك شغلانة انا فضل اربع سنين ويبقى عندي خمسين سنة شغل ايه اللي هيقبني دلوقتي في السن ده وحتى لو قبلوني عاوزين شهادة خبرة يا صبرا انت عارف اختي الحكومة ما بتديش خبرة ايوه يا حبيبي بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خليق ربنا تتجوز انت بتقولي احلام يا صبرا الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقيت جوبيز والله بقيت جوبيز يا صبرا بقى امه فزوع منها طول الليل انا بقى امه لقى دمعيتها علاقات بي مش حاسس بيها سيق عليك انها بقى صبرا سيق عليك انها بقى اختي متقلب عليهم والد حبقى كويس حبقى كويس يا صبرا حبقى